عدنا والعود أحمده إذن سأحاول أن نتطرق إلى الإصلاح الجديد هذا الإصلاح الجديد دي الأنظمة التقاعد هذا الأنظمة التقاعد بجتفهم اللي تجري أن هذا الأنظمة دي التقاعد بدا الحديث فيها منذ 1996 حكومة التناوي وتقرر في 1997 باش المتقاعد يستفد من تعويضات ومن آخر أجر يضافل أي أذن لأن قبل ما كانت تعويضات ما تتحسبش في المعاش قبل من 1997 وهاج إضافة دي التعويضات باش يقول اللي المتقاعد يستفد منها ما جاتش يعني مجانا فكانوا هناك ما يصطل عليه بلغة يعني الشراء دي التعويضات وتم البرمجة دي الاقتطاعات دي هذه اللغة باش يولي المتقاعد يستفد من التعويضات بزيادة على الراتب الأساسي على يعني خلال 10 سنوات من 1997 حتى 2007 دي الاقتطاعات إذن الدو شراو والدو التامان يعني ماديا من الاقتطاعات من لسوخش لسوخش يعني من المنبع إذن من 2003 دخلوا 2003-2004 دخل هذا الإصلاح دي الأنظمة التقاعد إلى مكاتب الدراسات وبقيت هناك بقيت واحد المسار في مكتب الدراسات والتشاور مع الفرق الاجتماعيين إلى آخره حتى 2013 2013 خرجت واحدة توصية دي الإصلاح منذ يعني صنادق التقاعد وكانوا نادوا هذه السعاء كانوا نبهوا هناك إفلاس إلى آخره والإفلاس لأنتم معرفتوا كيفاش دار هذه الإفلاس ودائما التي قوم بالإفلاس يفلتوا من المسألة ومن يدفع التامان دائما هم المتقاعدون والموظفون إلى آخر وبقاوا غادي انت 2016 2016 جاء يعني سيبرمان سيبن كيرين وكان غادي غادي وهذاك العام غادي يرولي غادي يرولي البلوكاز وهو ينزل هذاك الإصلاح المقياسي المحد اللي مرحمش فيه الموظف كل شي جاء مقياسي محد على حساب الموظفين يعني طبق بالحدافر دياله يعني جميع الإملاءات في الصندوق الصندوق الماني هو صندوق النقل الدولي فقام ب يعني بإصلاح مقياسي لصندوق التقاعد والجميع يعلم يعني أنه بدلا من احتساب آخر أجر ولو تيحتيسبوه يعني الوعاء ديال 26 الموين ديال 96 شهر الأخيرة وهذه رات أضروا منه بزاف ديال 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 المتقاعدين من بعد 2017 تانيا زيادة في الاشتراكات لدفعها الموظف أيضا لما كانت عنده يد في هذا الإفلاس المزمع هذه الساعة اللي قالوا شهر وبيه وقالوا بأنه كان إفلاس حتى لو كان إفلاس في حين بعين مزدوجيتين كانوا خرجوا وحدين مخبرة من صندوق التقاعد وقالوا بأنه ما كان حتى شي إفلاس في هذا الوقت مهم قالوا بأنهم غديروا واحد البريكولاج غير بريكولاج باشي أخروا قال لك هذا الإفلاس إفلاس ديال سنة يقتقع ليو اللي ما يفيش بالالتزامة ديال و بالأداء ديال المعاشات هاد شي اللي ما عمروا غيكون أصلا عمروا ما يجو الشي نعارو ما يخلطو سم يعني المتقعي دي ما يمكنش لأن السلم الاجتماع ما عنده الشي تمام إذن قلنا الوعاء ديال احتساب لموين ديال 96 شهر سبين عنا 2022 سيستوف سيكمل ذاك الإصلاح الأول الآن 63 هي القانون يعني السن القانوني للتطاعد أو أو 1 أو 1 أو 1 أو 1 أو 63 الآن سيبدو في الإصلاح الشمولي اللي تقولوهما شمولي اللي كان مبرمج هذه الوقت بأنها سيكون إصلاح شمولي لأنه لأنه بزادي السيناوريات خرجت بها التوصيات ومن بينها هذا الإصلاح البقياسي الأول والإصلاح الثاني اللي غدي يكون عبر قطبين وفق قطبين قطب عمومي يعني وقطب يخص القطاع العام وخص بالقطاع الخاص هذا الشي ليش هو أصلا مرتابط بتعميم الحماية الاجتماعية التعميم الحماية الاجتماعية اللي غيكون هناك جكل غذير المتقاعدين هما اللي غادي يكونوا متضررين ورغم ذلك غيكونوا كمتضامنين مع هؤلاء اللي غادي يقولوا بأنه مرغتها وما غيكونوا استفادة ذلك الشي علش أنا قلت لكم من يجا في المرنامج الانتخاب ردخل الحماية الجماعية وقال لك اللي عنده 65 غادي واللي يتخلص تهوى إلى آخير ونزل ثاني من 2000 من 3140 اللي كان يمكن لك تستافد من التقاعد دير شيخوخا ولا الآن نزل 1320 هاد 1320 اللي دائما المون خارطين اللي بنوا هاد هاد التقاعد من الاشتراكات ديالهم هما اللي غادي يدفعوا الثامن ديال هاد ولي غادي يقولوا مستافدين والأغلابية اللي غادي يستافدوا 60% اللي غادي يقولوا وداخلين يستافدوا من هاد الإصلاح الشمولي ديال صناديق التقاعد إذن هاد 60% رأوا ومشكل اللي غادي يتضرر غايتضروا المشا اللي كانوا متقاعدين واللي كانوا بناءوا هاد هاد صناديق تقاعد بالاشتراكات ديالهم يقولوا داخلين معهم وحدين ما عندهم تشي اشتراكات بحال مثلا هاد 1320 اللي كان خاصهم يدفعوا هاد التسبب اللي تسببوا في هاد هما الناس اللي كانوا ما تصرحوش صريح كامل بالعمال ديالهم كاللي كان قاعد ما تصرحش وكاللي كانت يصرح ويتصرح بالأيام ناقصة هاد الشي باش تيتفاجئ العامل فتاة يخرج لانتري تلقى ما عندوش القانون باش يستهفد توا من تطاعد ديال شيخوخ اللي كانت يبدأ من 3240 يوم اليوم راه بطول 3420 إذا الوعاء ديال استفادة للناس اللي يستهفد إذا هنا تشوف هنا دوك المهندسين ديال المالية ولي آخير لا يستهفد شيئا لا يستهفد بارمجين في حين الدولة تعطي لهذا وكل يعني المقاولة تطيئهم إعانات وتطيئهم دعم إلى آخير ولكن هما كانوا تسببوا لأنهم لم يكن مراقبة لصارمة وكال أغلبية لا يستهفد تذكراش أيام عامل اللي تذكر لغير شو واحد يقول لي يجري عليهم والناس مساكن بغير يخدم وهم ما عندوش شو تتفاجع بالتقاعد وهم ما عندوش الحق في التقاعد تال هنا هنا لأ يأتي يزير عليهم باش كل شي يبدو يصار حق بأيام العامل بالنسبة للأجار والعمال اللي نظروه في القطاع الخاص أما القطاع العام كل شي يبدأ من حد يخدم من نار يخدم راتي والتي اقتعت لصنادق التقاعد إذن نعرج هنا إلى هذا إصلاح دير صنادق التقاعد إذن هنا خاص لا يبدأ التفات إلى المتقاعدين التفات للمتقاعدين اللي أصلا ما أمرهم استفادوا من زيادة في المعاش منذ 1900 ومن تزيد تقول لك زيادة في المعاش ومار زاد وغف الحد الأدنى للمعاش وحتى من دار هنا تدير تخفيض ضريبي ردي من هم تشوف رماغ تبغو دي من قل زون شكو اللي غادي يستفد من من يعني من تخطيط ضريبي سنعرف بأن الناس اللي مستهدافين اللي عندهم معاش هشاشة في المعاش ما غا تستفد لأن 6000 درم في المعاش شهريا وما دون هدو كمعفيا من الضريب إذن غا يستفد وما غا يستفد وش وتاني من إدار ثاني لا سميج وقص ما قال لك غا يتجد جداف غا يتجد بالتدرج من هنا 28 اللي غا يتجد في 2018 ما قال 6 سنين والزيادة ثانية لحد الأدنى بالنسبة للوظيفة العمومية بالنسبة العام القطع العام اللي قال لك غا يولي 3500 درهم 3500 درهم مقسمة 10 طرعين يعني النص غا يكون في 2022 والنص الثاني غا يكون في 2023 كمان وطالب نحن بأن على الأقل خاصة سلالة سلالة المعاشات تهي تولي يتم الرفع من لانديس ديالا باش يعادل على الأقل الحد الأزن الأدنى للأجر بالنسبة القطاع العام تولي تهي 3500 للتلاف وخمسمية درهم على الأقل مادم تمغدروا إصلاحات وهذه الإصلاحات را دائما تدفعها الموظفين إذن علاش ما تطوش انتيازات المتقاعدين وجميع المتقاعدين سألوا التقراء الترقية ديالهم خاصهم يتم مترقية السلم الأعلى وهذا ما سيتم إن شاء الله من الأمور تم البرمجة ديالها إلى آخره في الحوار القطاعي أو في الحوار الاجتماعي ونسيت ما شرت لواحد هذا الإصلاح ديال أنظمة التقاعد وتنزيل ورش إصلاح ورش إصلاح ذاك الحماية الاجتماعية هذا بإصلاح شمولي يجمع يعني جميع الصندوق في قطب عمومي وقطب خاص وبالموازات سيتم إحداث تأمين إجباري عن التقاعد بحال كما كانوا داروا التأمين الإجباري عن المرض لامو غيروا تأمين إجباري عن التقاعد بشي غطي لأن ما غير قوش دوك حسب الإصلاح اللي غد يكون را غد يكون يعني لمشة تدار حسب المسود لتطروج ديال المالية فهو غيكون كارتي تولي عندك 40 سنة لله توصل 60% هذا كتير يعني مستقبلا را غد يتولي هذا أظن أنه يقدر يتطبق في الخاص أما في العموم يستحيل إذن هنا يفن داروا بالموازات داروا واحد تأمين تكميل تأمين تكميلي لي غيكون تأمين إجباري عن التقاعد هذا تقاعد تكميلي غيقولي يتزاد كتاو من التقاعد استابدن هالكي مدارو كما قلت في التأمين الصحي الإجباري يلا مو غي ديرو هنا يا التأمين الإجباري للتقاعد لا غو السيرونس أبليغاتوى دي غو تغير إذن نكتفي بالقدر بالنسبة التقاعد ونمر الآن إلى نمر إلى التمركز الإداري والتوظيف الجاوي وارتباطه بالتوصيات اللي كانت جاءت بها اللجنة العليا دي الإصلاح الوظيفة العمية اللي الآن ما بقاش كما قلت رولت مديرية تابعة للمالية اللي اسمها مديرية الانتقال الرقمي وإصلاح الإضاءة إذن الآن الجميع يعني يتوجه نحو التوظيف الجيهاوي توظيف الجيهاوي وهذا التوظيف الجيهاوي يعني سيمشي نحو اللا تمركز الإداري لا تمركز الإداري وفق يعني التوجه دياله هو وفق الجيهاوية المتقدمة إذن لا بدخص يكون هناك توظيف جيهاوي يكون يعني مؤثر قانون ويتم إحداث مناصب مالية قارة وشخصية باش ننفصل يعني يعني الرواتب المخصصة أو المناصب المالية المخصصة للموارد البشرية لهم هيئة التدريس أطر الأكاديميات أو الأطر النظامية للأكاديمية غير تابعين النظام إذن خاصهم يكونوا تابعين نظام موظفي الإدارات العامة أو تخلقوا أحد المناصب مالية قارة تحدث في في لا الوظيف فينانس ديال 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 يعني القانون المالي تحدث المناصب مالية خاصة بهد الموظفي الجيهاوي لكن يمشوق في لا تمركوز إداري باش يعني يتم تأطي هاد الملف وحنا تنشوفوه بأنها غدتكون هناك إضرابات خلال أسبوع لأن الملف غدتحل جيهاويا وكان غدتتحدث مناصب مالية يعني يجبو أن يتم التسريع بالإعلان على الإصلاح كيفاش غد يكون وكيفاش غيكون هذا الإدماج لأن الإدماج داخل الوظيفة العمومية لا نرى له يعني الآن الأغلبية ولا مبقوش للتحدي عليه وحنا كنا عارفين بأن غيكون هناك من تقول لك التوظيف الجيهاوي أو جيهاوية قرارانه استراتيجي انتهى الكلام فهم غايدين في التوجه ديال التوظيف الجيهاوي وحتى النظام الأساسي الجديد ربما غد يكون فيه هناك هيئة خاضعة للنظام ديال القديم ديال الوظيفة العمومية أو نظام موظف الإدارة العامة وهناك هيئة ديال تدريس خاضعة لنظام جيهاوي إذن خاص يكون هناك خلق مناصب مالية عرى وشخصية غيس يكون هناك يعني كما يتم تحويل اعتمادات مالية إلى الأكاديميات تحت مسمى المعدات ومصاريف أخرى ومن ما يتم تحويل ها إلى ذاك ورح نشلنا ما حدث بالنسبة للأكاديمي ديال ابنين اللال والذي المراكش من تم خير صرف الحوالي ديال شهر أبريل إذن خاص لا بد باش يكون هناك استقرار يعني مهني نفسي اجتماعي إلى آخره باش يكون هناك إصلاح فعلي جدري للمنظومة التعليمية وباش الجميع ينخارط ويضمن يعني السلم الاجتماعي وميكونش هناك هدر مدرسي ويدمن يعني استفادة يعني التلاميذ من الزمن المدرسي ديالهم وميضيعوش يعني بهال إضربات المتكرر المسترسلة اللي هي مشروعة ديال الأساتي اللي نفورد عليهم التعاقد أنها مخصص كم يعني تقلسوا معهم وتقولوا لهم حل وتقولوا لي ملي كي باش تنتهو من هال الأشياء خصوصا السناء على المشاريف النهاية ديالها باش يكون هناك واحد استقرار ويكون واحد طمأنينة لأن نعرف نحن عن النظام الأساسي الجديد غا يتنزل على كل حال يتنزل قبل من نهاية شهر يوليوز منقوش من أخذين وجذبين إلى آخيره وضحوا لناس شكرا و هنا نطقة كاملة في استشاك بالمسار أنه رجل دولاء ورجل يعني حكيم وتعرف يقوم بالتدبير للقطاع وب هذه الحلول المبتكرة اللي قال يعلن عليها وينهي هذه المسار نطقة نعرف بأن بالنسبة لنقابات إلى آخيره راوقعت واحد الهدنة سواء قطاعيا سواء داخل مركزيا في الحوار الاجتماعي راوقعت واحد الهدنة ديال ديالسل الاجتماعي لغايدهم من 2022 إلى 2024 كمرحلة أولا ثم مرحلة ثانية من 2025 إلى 2026 وأن هذه الملفات كلها ستعالج وفق أجندة معينة مبرمجة في الزمان وفي المكان الملفات ستتمشي يعني كما تم برمجته وراه ما يراجع وقال لك بأن راه درنا واحد 350 مليار بالنسبة للقطاع الحوار الاجتماعي ديال القطاع الخاص ديال القطاع العام عفوا ولكن دائما تبقى هناك واحد اللبس واحد تعتيم ما تيقولوش لك دورها صحافة إلى آخره وما يجيبوش تلتمية وخمسين مليار وما يحدوش والسنتيم ولا درهم ما يحدوش لك والسنتيم ولا درهم إذن نرجو أن يتم يعني حل هذا الملف ديال الأساتذة الذي نفرد هذا التعاقد و يعني تدويب ذاك الخلاف فاشتهم إن خارطوا لأن العنصر الأساسي ديال تنزيل أي إصلاح فهو الأستاذ فالأستاذ لما نخرج في هذا الورش ديال الإصلاح وما كانش عنده واحد استقرار مهني استقرار نفسي استقرار اجتماعي فلا أظن غيكون هناك شيء إصلاح كما تم برنجاته ونحن نعي جيدا وباغين إصلاح ديال المنظومة التعليمية وفعلا سيشاكب بن موسى مصر وله النية وله الإرادة بأن ينزل هذا الإصلاح ديال المنظومة التعليمية كما تم برمجته وكما تم يعني رسمه برؤية استراتيجية ديال 2012 2015 2030 وبي يعني تنزيل المرسول القانون الإطاري 51 17 إذن نتمنى الخير للجميع ونتمنى أن يكون هناك قيل الملفات الخلافية وأن يتم إصلاح الأعطاب ديال المراصيم السابقة وعلى رأسهم النظام السجن 2003 كما جاء لليسان سيد رئيس الحكومة لليسان جستيس ديال المراصيم السابقة وينصف جميع الضحايا وعلى رأسهم ضحايا الزنزان التاسعة اللي تقاعدوا بالسلم التاسع اللي كانوا ضحايا ديال الشرط النظامي ديال 15 على 6 رغم أنهم تقيدوا بالسلم التاسع واللي دار في طور القيراد في 2003 تقيدوا خارجة اللوائح من أجل ترقية منذ أكثر من ثلاث سنوات ترقية استثنائية ودروا فيها القوة ترقية استثنائية وتقاعدوا ودروا فيهم القوة اللوائح تنشرت باش ترقاوا وتقاعدوا 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 بالس Sa24 من الجاو تديروا التمديد في 2011 ودروا المراجعة من 2007 إلى 2010 للمتقاعدين كلهم دازلوا السلام العشر بدون إخدام إلى القوت في حين أن لتقاعدوا اللي كانوا ما الأصل ديال اعتماد المادة 112 من 2003 إلى ما تمه 2011 إلى 2007 لم يتم مراجعة ترقيتهم لم يتم تفعيل وضعيتهم الإدارية وبقاوا منسيين مقصيين إلى أن أوصلنا المظلومية بفضل الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر أصحاب الأياد النظيفة وتم الاعتراف بالمظلومية وسيتم إنصاف جميع ضحايا المراسيم الجائرة وبه وجب الإعلام والسلام